ووصفت المستشارة الألمانية أنجلا ميركو عودة تاريبان بأنه واقع جديد ممرر وقالت إن البلدان يجب أن تتعامل مع ذلك وجاءت تصرحاتها في خطاب نمام البرلمان يوم الأربعة كما حذرت ميركو بالنغاد النظر عن خطر أن تصبح أفغانستان مرة أخرى أرضا خصبة للإرهاب ودعت المجتمع الدولي إلى إجراء الحوار مع تاريبان لحماية التحصينات التي أدخلت على أفغانستان خلال عقدين من انتشار حلف الشمال الأطلسي مثل الحصول على مياه الشرب اللامامونة والكعربة حصل 70% من الأفغان الآن على مياه شرب مقابل 20% قبل عقد من الزمن وتصعى من كل عشرة أشخاص لديهم إمدادات كعربية